السلام عليكم مرحبا بالناس اللهم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن اللهم عنه مرحبا بكم في قناة شوبر اليوم الحصة تعلن السبب صادم يعني من يحل لغة استبعاد فارس شيء عن قائمة المنتخب الوطن لجزائر أنا أنا شوف ما نعرف سبحان الله وإن غاب اسم الدولي الجزائري فارس شايبي نجم نادي أوندن لاخت الألماني للمرة الثانية على التوالي عن معسكر المنتخب الجزائري ما أثر مرة أخرى جيدان واسع وسط الجماعية الجزائرية وطرح الكثير من الأسئلة عن سر غياب اللعاب صاحب الإمكانيات الكبيرة والشعبية الجاربة وسط الجزائري على حساب عن الحسابات المدرب السويسي رغم إمكانياته الكبيرة من نجموش نقوله باللي شايبي مشي لعاب من نجموش نقوله باللي شايبي الديرة في المنتخب الوطني ما يمتلكش على باك ما تنجمش تقولها نا تنجمش تقولها يعني ونشوف استداء لاعبين يعني ذو ذو 33-35 سنة وكأنه سيلعب بهم كأس العالم وين عندي نظرة أخرى نايا يعني نشوف اللعابين هذو ربما استعجال وهم في السن ال36 و37 استداءاء لاعبين لم يلعبوا ولو دقيقة واحدة وكأننا في حفظ زيفاب يعني كما عطال سبحان الله يعني شوف عطال إقصاء لعبين رفضوا تمثيل منتخب فرنس لتعليقهم بوطنهم كما وعن كما شايبي وعن كما بوعناني وعن صح اشتايا لا ما زال ما عرفناش من شي ما عرفناش يمكن تكون قضيات خيارات وصعي وينبصر ما شايبي صاحب الوحد عشرين عام على بداية جيدة معنى دي يعني الألماني استمرار لما قدمه الموسم الماضي وكان جميع المراقبين يتوقعون عودة اللعاب الواعي إلى خيارات المحاربين بعد غيابه المفاجئ عن المنتخب عن وعن خياراته المحاربين بعد غياب مفاجئ عن معسكر الأخير لكن المفاجئة كانت كبيرة هذه المرة لأنه غاب من جديد وحاول المدرب تقليل من وطأة الغياب المحير للنادي الألماني وهو الذي يملك إمكانيات قوية بين الجزائريين بعدما اختار تمثيل المنتخب جزائري في سن مبكر وقطع الطريق أمام فرنسيين وأكد المدرب السويسي أن غيابه مسألة خيارات فنية وعودته إلى منتخب لن تتأخر وقال المدرب في تصريحاته خلال مؤتمر الصحب بهذا الخصوص شايبي لعاب جيد وأنا أتابعه كثيرا فضلت عليه لعبين لديهم مركز ثابت مثل الحاج موسى والسعيون وشدد أنا أتابعه باستمرار ونقيمه مع نهاية كل أسبوع وختمه ويخضع لتقييم مثله مثل الحاج موسى أو محرز وكل لعبين إنه لعاب شاب وأنا لم يتم استداءه هذه المرة فإنه قد يكون حاضر في المرة المقبلة وانكشفت مصادر خاص أن هناك مشكلة تقف وراء عدم توجيه المدرب الدعوة للنجم فالس شايبي تعود جذورها إلى معسكر شهر مارس الماضي وتتمثل في تصرف قام به النجم نادي الألماني أنذاك لم يعجب المدرب وأغضبه كثيرا ما دفعه إلى استبعاده عن خيارته الفنية إلى حين حسب معلومات لعد نوم وأكدت مصادر أن المدرب غضب كثيرا من تصرف شايبي بعد قرار استبداله مع نيه الشرط الأول للمبارد جزائر وبوليبيا الودية بيوم 23 يوم 22 مارس الماضي إذ استبداله بلقة منجاح ما بين الشرط المبارد بكل من محمد عمورة وياسين بزياء على التوالي وأضافت مصادر نفسها بأن الشايبي تصرف بطريقة لم تعجب المدرب احتجاج على تغييره وهو الأمر الذي لم يتقبله المدرب لازيو السابق وتخذ بعدها موقف من نجم النادي الألماني بدلل أنه استبعد من حساباته في الودية الثانية من جنوب إفريقيا بعد خمس أيام ولم يتوقف استبعاد عند حدود تلك المباركة ليتواصل تجاهل المدرب لفارس شايبي المعسكرين على التوالي شهر جوان الماضي وشهر سبطمبر المقبل وفي تهوى كل يعني حالتين برر المدرب الخض موقفه بقول أنه خيار فني وفقه موشي لأنه لم يغلق الباب في وجه اللعاب الواعي ما لك يحوص يريغ ليه يرده للصب وإن استبعد يعني المصادر أن يكون إبعاد فارس شايبي من منتخب جزائي نهائيا بل هو يعني ظرفي واستراتيجي من المدرب لفرض انذيباط والصرامة داخل المنتخب الجزائري مستدل بما حدث في قضية رياض محرز وسعى المدرب المنتخب السويسي السابع لحل تلك الأزمة في ضرب واجيس وبخطوة من جانبه ومنذ قدومه لتدريب المنتخب جزائي استخدم المدرب لعب الفارس شايبي مرة واحدة لمدة 45 دقيقة في مبارا ودية ضد بوليبيا شهر مارس الماضي وكان ذلك في المركز جناح الأيمن ولم يقدم نجم نادي الألماني مستوى جيد صح مالعب شمع في ذلك المبارا في الشوط الأول في ذلك اللقاء بمركز جناح أيمن تحديد ليبقيه المدرب على دكة المدراء في المبارا الودية التي تلتها أمام جنوب إفريقيا وفجأة المدرب جامع بعدما استدعاه بعدم استدعائه شيء مطلقا في المعسكر الموارد شارجوان كما أنه دفع الجماهير دسلية للطرح الكثير من الأسئلة حول سبب عدم توجيه دعوة إليه في معسكر السابطانب القادم بحجة أنه يحتاج إلى لعبين ثابتين في مركزهم على غرار حاج موسى جانح أيمن بالإضافة إلى سعيود الذي لا يلعب في مركز ثابت بل إنه ينشط كجانح أيمن وصانع ألعاب كذلك للإشارة فإن بعض الجماهير جزائي قالت أن فرس شيبي يستحق استدعاء إلى قائمة الخلط أكثر من محمد آمين عمورة مهاجم نادي يعني الألماني الموصف على اعتبار أن النجم الفرس شيبي يمكنه شغل ثلاث مراكز وهي الجانح العيسر والأيمن وصانع ألعاب العمورة عنده خيار عنده لعب ورافر عنده لعب لعب أن سبحان الله تبقى بين المدرب واللعب تبقى بين المدرب واللعب حال يأخذ أخرى ما نعرض عادية نشوفها لا أخير شو بير الرحمن في المدرب المدرب في الإعلام إنه ألعب من تنجل رحل التي بها صلى الله تبقى مجل وثائك لا أتفعل لك عندما درب أعطي 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 لا أعطي مكمزين مكمزين سبحان الله فنجم تتشوف أمور وخداغرات إنجم تتشوف سبحان الله الناس قامت بإعشابي ساعيد فلاك قال لك ساعد فالله قال ساعد فالله قال أولى الوثائق ما زال ما كمله شيء ما زال بسوال لحظ لما قال لما لقد استدعى ديوسف عطال لتدعيمه ومسندك لأنه بلا نادي حاليا أمر لن ادي يطلع نسكت خير يا لا نسكت فيها لا تنسوا شعطونه جام كومنتر وبرتجونا الفيديو تواعنا وإن شاء الله دايما معكم بجديد للمشي أبوني أبوني معنا ورب يحفظكم ويحفظنا